أهلا وسهلا كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير معكم بودكاست باريستامول في موضوع جديد ومتجدد موضوع بودكاست اليوم هو موضوع الفشل وكيف أتجاوز الفشل الفاشل ليس من يقع في الفشل إنما الفاشل هو من يقع فيه ثم يرتضيه أي يتعايش معه إن الفاشل إن الفشل كلمة ذات طعم مر جدا يخشى من سمعها كل شخص منه فترى ما هو الفشل ومن هو الفاشل وهل للفشل دور ودافع للنجاح أم له دور سلبي للعجوع للوراء الفشل هو العجز عن الوصول إلى الهدف يعني نقدر نقوله أنه هو نهاية قاسية لمجهود إنسان ذعب سدى ومن المؤكد أننا قد نتعرض للفشل خلال مسيرتنا الدراسية الجامعية المهنية نفشل فيها لتحقيق أهدافنا في هذه الحياة ولكن قد يتكرر هذا الفشل مرات عديدة ليس من الخطأ أن يشعر الشخص بالألم إنما يخفق في تحقيق أهدافه لكن الخطأ قد يكمن في الخطوات التالية من السلوك فهذا الألم الذي تحس بها الفشل هو نقطة لانطلاق لسلوك جديد فهل سيكون هذا السلوك سلوكا إيجابيا بناء بناء يبني المستقبل أم سلوكا سلبيا هداما أسباب الفشل قد ترتبط أسباب الفشل فشل الإنسان عادة بعوامل عديدة جدا تساهم في إيجاده وتطويره منها ما يكون له علاقة بالشخص نفسه له علاقة مننا من نحن كإنسان أو منه من يكون علاقة بالمحيط الذي يدور به أو البيئة الخارجية المحيط بنا هذه العوامل قد تكون يعني ما يلي أول وأهم شيء أنه قادر نقوله أنه عدم الثقة الكاملة بالنفس الاعتقاد الخاطئ بأننا لا نملك مقاومات النجاح قد أقول أنا مثلا أنه أنا لا أستطيع أنا لست قوي كفاية مثلا في المدرسة تجد أنه هذا يعني الله خلقنا ليس كلنا سواسية كل واحد عنده العقل تاع ونسبة الذكاء يعني لا يوجد وربنا لم يخلقنا سواسية لهذا لا نقول أنه دائما أنه الخطأ يكمن من نفسنا الاستسلام أيضا لخبرات الفشل السابقة أنه يجب على كل إنسان منه أنه يكفل عن النظر إلى نفسه بنفس فيه إنسان فاشل بعد تعرض لخبرات سابقة يعني ممكن أنك قد تعرضت إلى هذه الخبرة فتحكم على نفسك بأنك إنسان فاشل وهذا كلام خاطئ جدا أيضا هناك أيضا أنه سوء التخطيط وعدم الدقة يعني أنه عدم التخطيط الجيد في وضع النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا النجاح ثالثا نجد أنه البعض من الأشخاص عندما يفشلوا يرجعوا باللوم على الأشخاص الآخرين يعني أنه إسقاط الفشل على الآخرين إنسان الفاشل دائما يبحث عن شماعة يعلق عليها أخطاء هاربة من إقاء اللوم والتقصير على نفسه يعني أنه دائما أنه الخطأ ليس فيه الخطأ في الشخص الآخر فعدم تقبل هذا الفشل أنه تقول أنه الفشل لأني فشلت لأني أنا لم أحظر جيدا لا تقوم أنت باللوم على الأشخاص الآخرين أيضا هناك من حين يفشل لا يريد تكرار التجربة رفض تكرار التجربة يعني فعند حصول أي انهزام مؤقت ينسح بالفشل خلاص يبرر أنه هذا الانزوا بأنه وسيلة لحماية النفس من أي انتكاسة أو فشل جديد أيضا نجد أنه كثرة الانتقادات واللوم التي يتلقاها بعض الناس من المحيط الاجتماعي الذين يعيشون فيه يعني أنه يرافق هذه الانتقادات أنه التعبير والتصرفات أنه تذكر الانسان بأنه فاشل وتقارن بغيره بين الناجحين نسمى داخل العائلة وخارجها نجد هذا بكثرة داخل العائلات مثلا يقولوا أنه لما أنت مثل فلاء لما لست أنت مثل هذاك الفلاء لقد نجح ممكن أنه هذاك الانسان ما عندوش القيمة أو ما عندوش نسبة الذكاء اللي يعطىها له الله سبحانه وتعالى ذلك الشخص لأن يعني ربي كما نقولوا أنه الذكاء لسنا سواسية لهذا أنه هذا كثرة الانتقاد داخل العائلة وخارجها قد تؤثر سلبا على الإنسان بحد ذاته أهم سبب أيضا وهو الضعف الوازع الديني أنه الفشل مثل أي مصيبة في هذه الحياة أنه لا ننسى أنه قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى قد يختبر به عباده الصالحين يعني أنه فشل اليوم لا ينفي النجاح غدا ولذلك الله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس أيضا نجد أنه الإحساس المفرط بالفشل هذا الإحساس المفرط الذي يدعم الفشل ويدفعنا إلى المزيد من الفشل ثم تتأصل جذو الفشل في داخلنا ولا نقوى على تحمل إحباط يعني أنه دائما نلوم نفسنا والإحساس المفرط بأننا فشلين هذا أنه مدام رح يكون فينا لن نستطيع أن نحقق كل ما ظلنا نحلم به على مدار حياتنا ولهذا للطريق نحو النجاح يتسنى على الشخص الذي لقي الفشل التغلب على أسبابه فيجب عليه أن يبحث في العوامل المعوقة لنجاحه ويقضي عليها ولكي يهزم الفشل ويحل النجاح محله عليه أن يستفيد من خبراته التي مرت في حياته سواء كانت صارة أم مكدرة وسواء كانت خبرات نجاح أم خبرات فشل إضافة إلى ذلك على الشخص الاستفادة من خبرات الآخرين يعني دائما أنه نقوم باستفادة من خبرات الآخرين مثلا ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الفشل وما هي الأسباب مثلا التي تؤدي بنا للنجاح والأسباب التي تؤدي بنا للفشل يعني الأخذ بالأسباب يعني أنه لابد أن تتوافر الرغبة الحقيقية داخلنا في تحقيق هدف معين والنجاح فيه فالنجاح حلم يمكن تحقيقه بالتفكير الجيد لكي يتحول إلى حقيقة واقعية يعني أنه يجب على كل إنسان لا يخشى الابتكار والإبداع لابد أن يكون مختلفا ليكون ناجحا وأخيرا علينا بالإيمان أولا وأخيرا بالقضاء والقدر وما يرتبط به من أمور غيبية لا يعرفها إلى الله عز وجل ولو كان خيرا لا بقى فقد يكون فيما نعتبره فشلا خير كثير لنا وقد يكون فيما نعتقده خيرا لنا شر كبير وصدق الله عز وجل الذي يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونختمها أيضا بعبارة أعجبتني أنه كيف أتجاوز النهايات المؤلمة كيف لأن أتجاوز النهايات المؤلمة فبعض الصدمات تظل أسيرة في ذاكرتنا ويصعب علينا تفديها أو نسيانها لنستطيع الهروب منها تزورنا في أحلامنا وتظهر على ملامحنا وترهق قلوبنا لكن ينبغي أن لا نستسلم لابد أن نواجه الصعوبات ونتصدى للعقبات ونستلهم الصمود ولكي نتجاوز أنا وأنت علينا بالوعي والإدراك والقبول والتفاهم والتفكير بأشياء جميلة والإيجابية والمهم والأهم أن تعلم بأن كل ما أصابك فهو خير لك شكرا لكم مستمعين الأفاضل لهذه نهاية بودكاست لحلقة اليوم إلى اللقاء ألقاكم في ألف خير يا رب دمتم في خير ترجمة نانسي قنقر